اهلا وسهلا مشاهدين الكرام في برنامج ضيف انفاس ضيفنا اليوم عبدالغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المضوية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل وذلك لتسليط الضوء حول ملف تعاقد وإلى أين يسير قطع التعليم في ظل دخول مدرس متوتر مع اعتماد جواز تلقاح أهلا وسهلا أستاذ عبدالغني الراقي مرحبا بك مرحبا تحية الإعلام البديل تحية الإخوة في انفاس برس مرحبا أستاذ الراقي فهد الضرفية رأي العام منشغل ملف التعاقد ولاحظنا في الأولى الأخيرة تصريحات للإقجاع الوزير المتدف المكلف بالميزانية صراح بأن الحكومة مازال مستمرة في توجهات إرساء التعاقد ومن جهة أخرى لاحظنا تصريحات للوزير شاكي بن موسى بأن هناك آمال لحل هذا الملف الأستاذ الراقي إذن من المصدق حكومة هذا الإقجاع أو حكومة موسى طيب إذن تحية مرة أخرى فعلا تظهر أنه هذا كيف ما عبرت عليه هذا تظهر أنه مشكل حكومي حكومي لكن بالنسبة لنا نحن الفرصة الوحيدة اللي كانت عندنا ديال نحتكو بأحد المبتلين ديال الحكومة اللي هو وزير التربية الوطنية سي شاكي بن موسى جلسنا معالي مدة خمس سرعين دقيقة بطلبين منه ونوهنا بهذا المبادرة لأنه وزير جديد هو كي طلبي جلس مع النقابة مزيان إذن قلسنا ملمسناش فعلا ملمسناش فعلا بأنه كي نهد الإرادة ديال تكريس التعاقد بشكل اللي هو غادي به الآن لهادك الخرجة فعلا اللي دار وزير سي فوزي القجاع وزير المنتدب المكلف بميزانية يمكن يتفمنها يمكن يتفمنها ربما حقيقة الأمر يمكن هذا شيء فعلا هو اللي هو اللي كان هو اللي غادي كون لأن بن موسى ما وضحش ما بينش اللي حد الآن كانت يقول في نهاية نوفمبر غادي بانشي حاجة غادي نعبره عليش عاجة ما زال ماشي فينش إذن ما عبر عنه فوزي القجاع شخصيا اعتبرته وكأنه سي فوزي القجاع مازال يمكن مازال ما حسب رسول موزير مازال حسب رسول مدير الميزانية كيتكلم تقنيا على المستوى التقني يظهر أنه الحساب اللي عندهم اللي كان عندهم ديال تكريس التعاقد هو اللي كان هو اللي كان بل أنه حتى الإعلان على المباراة على المباراة ديال توضيف الجديد بنفس المنهجية بنفس الطريقة ديال التعاقد تأكيد على أنهم غادين في نفس النهج إذن ما كان شي جديد لحد الآن لا من عند شاكي بن موسى ولا من عند فوزي القجاع لكي فقط تأكيد ما كان صابقا ما هو التصور نقبة ديالكم ديال هذه الملف واش دير إرساء نظام جديد أو ماذا دالي طيب احنا الموقف اللي كنا كان عبرو عليه دائما ما زلنا نعبرو عليه هاد الموقف بالنسبة لنا هو مخصوش يكون هاد التعاقد هو توضيف المركزي في الوظيفة العمومية والمدخل ديال المعالجة هاد الملف وبشكل جدري هو إدماج هؤلاء الأساتذة اللي هم اليوم مية وجوج ألف والسنة المقبلة غاد يكونوا مية وتسعة عشر ألف فالحل هو إدماجهم في الأسلاك الوظيفة العمومية وإدماجهم بالضبط في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية يعني هذا كالنظام الأساسي اللي كان يقوله يترجع في النظام الأساسي الجديد يتضمج جميع الأساتذة ونقول له جميعا أساتذة ديال التربية الوطنية جميعا بأرقام تأجير مركزية مركزة هذا مرة أخرى كان أقوله بأن هذا هو الحل الجدري اللي يمكن يخرجناه ويخرج البلاد ويخرج المنظومة من المأزيق دون ذلك سيستمر هذا الاحتقان ويستمر هذا التوتر اللي مع الأسف الشديد تؤدي التمن له للمدرسة العمومية وكيؤدي التمن له أبناء المدرسة العمومية في الزمن المدرسي اللي كيتهضروا بشكل فضيع واللي كيتحمل فيه المسؤولية الجهات الوصية في البلاد اللي سنوات هما سدنا الرسوم سنوات هما كيف المقاربة الوحيدة اللي كيف الحو فيها هي المقاربة الأمنية بين المزوجتين هو القمع في الشارع والمحاكمات المتابعة السيدة كيتحكمو في المحاكم دي للنرباط كيتحكمو في زاقورة هذا الخيار كنقوله مرة أخرى ماشي هو الخيار الأسلم بالحكس هذا الخيار كيزيد غدي التوتر وكيغدي الأجواء اللي كيما قلنا لا تنتج إلا المزيد من الهضر دي الزمن المدرسي الأبناء المغرب الأستاذ الرقيق الوجوء الحكومة إلى فرض جواز التلقيح زادة من التوتر في الاحتقال وفي خطاع التعليم لا بالنسبة للأطار التعليمية لا بالنسبة للأولياء التنامين ما هو الموقف نقابة دي للكم من الزمن الجواز التلقيح؟ طيب بالنسبة للنقابة وطني التعليم وبالنسبة للكم فيدرالية الدموقراطية للشغل نحن مركزية وعدنا موقف موحد فيما يتعلق بهذا الموضوع دي للتلقيح ودي الجواز دي للتلقيح نحن منذ البداية لم نكن ضد التلقيح الاعتبارات مقتنعنا بها الاعتبارات علمية واحد العدد دي الرموز ونحن نقابة تتخندق في الصف اليساري واحد العدد دي الرموز اليسار في العالم قبل أقبل وعلى التلقيح إذن علمياً نحن مقتنعين بالتلقيح وكان مقتنعين بأنه هو الحل هو الحل في انتظار شي حل آخر شي دواء شي حاجة ولكن في انتظار ذلك تلقيح هو الحل لذلك نحن لسنا ضد التلقيح هذا مسألة أساسية هي الأولى لكننا ضد أن يفرض التلقيح على من لا يرغبوا فيه خاص ما قبلناش وما كان قبلوش أنه يولي تلقيح إجباري تلقيح منذ بدأ في المغرب وهو الدولة المغربية تقول بأنه اختياري تلحد هنا احنا متفقين مزيان يكون تلقيح اختياري ما يمكنش يكون وسيلة ضد حق التمدرسة أنا جايك أنا قد نجل فعلاً قد يكون هذا شي عنده أثار على التمدرس والبلبلة لتخلقاتي لغير ذلك فإذا احنا ضد إجبارية التلقيح خاصة تلقيح كيف ما بدأ اختياري بقى اختياري واليوم الإجبارية تلقيح تترجم بهذه القضية الجواز تلقيح هذا الجواز من اللي كولي إلزامي معناها أولاً إلزامي عمليين تلقيح إذا احنا كذلك ضد أنه يتفرض هذا الجواز لولوج المؤسسة التعليمية سواء منسبة للتلاميذ أو بالنسبة للأطور التعليمية إذن هذا الموقف هو واضح فيما بالنسبة لنا بل أكثر من هذا كنا وقفنا سي أريري ووقفنا في بداية هذا الموسم إلى الأطورة كان واحد الارتباك الذي حصل وصدرناه في بياناتنا كان واحد الارتباك من طرف الوزارة وزارة أجلت الدخول من راسي والجمرات أجلتها لعشرة في الشهر ثم الواحد أكتوبر ثم تأجيل ثاني غير مبرر غير مفهم الواحد أكتوبر وهذا ما بعيد على موضوع التلقيح وهذه الحملة التلقيح وسط التلاميذ كما قلت بعيدا على واش تلقيح احنا ضد التلقيح لا احنا ضد أنه ما كان هناك تواصل لا مع الأباء ولا مع الشهيلة التعليمية مع الحركة النقبية ما كان هناك تواصل بش يمكن الناس يفهموا ما ستدير الوزارة وكيف يتدبر الأمر واش الذي عنده تلقيح سيدخل المدرسة كأستد واش الذي عنده تلقيح أو ما عنده من التلاميذ سيدخل المدرسة أو ما يدخلش واش غياب تلقيح معناه التعليم عن بعد لما لم يلقعش بدأت تلقيه القال وبدأت تلقيه البلبلة تقولوا بين نورة لما لم يلقعش سيخضع التعليم عن بعد والتعليم عن بعد تجربة فاشلة كيف ما عرفنا جميع في السنة الأولى دي الكورونا لهذا الارتباك دي الحملة تلقيح بدون تواصل وهذا التواصل أساساً مع شغلة التعليمية ومع الحركة النقابية وكذلك مع ممتلي التلاميذ اللي هم جمعية الأباء وكذلك مع الجمعيات المهنية غياب التواصل هذا ولي خلق هذا البلبلة وخلق العديد من التوترات المجانية اللي حصلت في عديد من المؤسسات عند وولود المؤسسة إلى غير ذلك نعم أستاذ راقي على مستوى المدرسة العمومية يعني منذ سنوات المدرسة العمومية يعني ضرب المدرسة العمومية على مستوى الجودة ديالها كيف تشوفوا الرفع من الجودة ديالها للمدرسة العمومية في السنوات القادمة إن شاء الله وطيب نحن مع الأسف شديد نحن نصدقه شي خطاب رسمي نجده صعوبة في أن نصدق خطابنا رسميا لأنه خطاب رسمي لا لأنه تكررت هذه التجارب لأنه المغرب عاش ما يزيد على 13 إصلاح حسب العديد من المتتبعين ومن المرقل المتتبعين لشأن تعليم في بلدنا ما يزيد على 13 إصلاح في تاريخ المغرب كلها إصلاحات قيلة في حقها أنها فشلت هذا التراكم ديال الفشل ديال الإصلاحات لا يمكن أن نطقه في شي حاجة بسهولة في شي حاجة تقدمها الدولة وتقدم بشكل رسمي وتسمى إصلاح ديال التعليم أو الرقي بالمدرسة في البلاد إلى غير ذلك إذن لذلك نحن مواكبين الآن تبعين هذا المدخل الذي تقول اليوم في هذه المرحلة بأنها تتوخى الإصلاح وتتوخى الرقي بالمدرسة التي هي التعليم في النموذج الدنموي أو النموذج الدنموي وشأن تعليم به كذلك العديد من الشريعات التي تنزل اليوم سواء تأخذ كما رجع هذا القانون للإطار الذي بمناسبة لنا رفضناه أو غير ذلك هذه المشاريع كلها نحن نرقبها نتبعينها لا يمكن أن نطمئنها نتجة لها مسبقا نقدر أن نقول العبرة بالنتائج كما تقولون بغربها والعبرة بالخواتم لكن ما زال غيب مرة أخرى قد نقول ما زال غيب نوع التواصل ما بين الدولة ما بين القطاع التربية الوطنية والمجتمع هذا الشأن هذا لا يوجد شيئا خاص هذا الشأن التعليم لا يوجد شيئا خاص لا يوجد شيئا معينة كلها تدبره بعيدا على الرأي العام وعلى المجتمع المجتمع لديه تعبيرات لديه فعاليات لديه الحركة النقابية لديه قوة سياسية لديه مجتمع مدني هذا كل شيء يجب أن يتشارك لكي يمكن أن يتبع فعلا هذه المشاريع التي تقول الدولة بأنها بها تصلح أو ترتقي بالمدرسة العمومية أو بالمدرسة بشكل عام هذا شيء ما زال غيب مع الأسف شديد نحن عشنا سنوات عجاب فيما يتعلق بالتواصل وبالحوار الحوار الاجتماعي واقف لأحد الآن في البلاد ما كان هناك حوار لا على المسؤول المركزي ما بين الحكومة والمركزية النقابية ولا على المسؤول القطاعي وصلنا في العديد من اللحظات القطيعة قطيعة ما بين الوزارة الوصية القطاع التربية وطنية والحركة النقابية المناظلة مع الأسف شديد وصلنا لهذا شيء شيء الذي يجعله زاد غداء الاحتقان زاد غداء التوتر زاد زكاء العديد من الاحتجاجات ومن الحراكات والتمند مع الأسف شديد كأديه التلميذ المغربي الذي كانت أسفه في الأقل هذا الماء ولكن لا نتحمله فيه المسؤولية ستحمل فيه مسؤولية الدولة والوزارة لأن مملي سدين عمليا واحد الباب اسميه الحوار سواء على المسؤول المركزي أو على المسؤول القطاعي وفي طرفعات لكم النقابية كنت لاحظوا بأن كنت ترافعات على المستوى الأجور على مستوى الجودة المدرسة العمومية كنت لاحظوها في المرتبة الثانية كيف يكون ترافعوا على الجودة المدرسة العمومية في السنوات القادمة؟ سوف نفجح أكسي عبد الله أنه العكس والصحيح بالنسبة للنقابة الوطنية للتعليم النقابة الوطنية للتعليم منذ كانت كانت دائما كنت وضع الملف المطلبي فيه أولا رقم واحد الدفاع على المدرسة العمومية رقم جوج الدفاع عن شغلات تعليمية كنا دائما كنا نرتبه وهذا الآن مرتبين من الفرن المطلبي إذن العكس والصحيح يمكن هذه الصورة العملة عند الناس عموما من رأي العام الذي يسمعه النقابة تسمع النقابة تفكر في الأجور وتفكر تحسين الوضعية المادية واجتماعية الشغلة فعلا هذا من صلب العمل النقابي وجوهر العمل النقابي هو هذا لكن اسمح لي أن نقول لك بأنه النقابة الوطنية للتعليم أغيف اللقاء أخير اللقاء الأول والذي كان مع الوزير الجديد شاكيب بن موسى عندما توصلنا معه أعطينا جوجة الملفات أعطينا جوجة الملفات وبالترتيب أعطينا ملف في ورقة ونصف للدفاع المدرسة العمومية وكيف يخرج التعليم في بلادنا من الوضعية اللي هو فيها والملف الثاني هو المطالب التي تشغيلها وبالضغط أعطينا 26 ملف من الملفات التي تشغيلها التعليمية إذن أرجوك كيف تصحح هذا الترتيب على الأقل لدى النقابة وطنية التعليم سيدتي نعم 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 لذلك نعم بدون المدرسة لما تنهار المدرسة لا يبقى مجال لأننا نتكلموا على شيء غير نعم 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 لما تدفع على الحق من المغربة في تعليم مجاني جيد هذه المنطلقات كان أعتبرها منطلقات بدائية و جزء من هوتنا كنقابة جزء من هوتنا كنقابة تتخندقه في الصف الوطني الديمقراطي اليسري إلى غير ذلك نعم شكرا جزيلا أن أستاذ عبدالله لك على فل هذه التوضيحات شكرا متابعين الكرام ونضرب لكم أيضا جديد